الحمد لله وعب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فإن القرآن الكريم هو أبلغ الكلام وأحسنه وأعظمه وأصدقه ومن أصدق من الله قيله ومن أحسن من الله حديثه يقول الإمام عبدالقاء جوجاني هو الكلام الذي يهجم عليك الحسن منه دفعة واحدة فلا تدني أجاءك الحسن من جهة لفظه أم من جهة معناه إذ لا تكاد الألفاظ تصل إلى الآذان حتى تكون المعاني قد وصلت إلى القلوب لم تلبس الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشعك بابنا أحدا هناك في القرآن مفادات كل كلمة كل كلمة في القرآن الكريم قد وقعت موقعها الذي لا يسد فيه مسدها غيرها أبدا لا تقديما ولا تأخيات ولا حزفا ولا ذكا وعندما نتحدث عن بلاغتي وعظمة بلاغة المفادة القرآنية فإننا نتحدث بالمثال وأضغب لكم بعض الأمثلة في قوله تعالى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ لا توجد كلمة لا في العربية ولا في أي لغة يمكن أن تقوم مقام كلمة إصلاح أو أن تسد مسدها أي كلمة؟ نعم أي كلمة لماذا؟ لم يقل القرآن الكريم إطعام أو كساء أو إسكان أو كفالة أو رعاية وإنما اختار كلمة إصلاح ذلك أن اليتيم قد يكون فقيرا شديدا الفقر في حاجة إلى من يطعمه أو يكسو أو يأويه وقد يكون غنيا يحتاج إلى من يحافظ له على ماله أو يستسمعه له ففي الحالة الأولى إصلاح اليتيم الفقير أن تنفق عليه إن كان في حاجة إلى الطعام أن تطعمه وإن كان في حاجة إلى الكساء أن تكسوه وإن كان في حاجة إلى المسجد كان أن تأويه وفي حالة الفقير الغني أن تحافظ له على ماله قد يكون الفقير غنيا وله أخ أو عم يحافظه على ماله يحتاج منك إلى الحنو وإلى الرحمة وأن تنزله منزلة ولدك فإن جاء إلى الطبيب حنى عليه وأقامه وفي المدرسة يعامله المعلم معاملة أبنائه فيجد من المجتمع حنوا يعوضه حنان الأب وفقد الأب ولذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة حسنة وقد يحتاج اليتيم إلى التهذيب والتربية والتأذيب فيكون إصلاحه تهذيبا أو تربية أو تأذيبا بالتي هي أحسن إذن لا توجد كلمة شاملة لكل ما يحتاج إليه اليتيم في حالات الفقر والغنى ووجود العائل من الأسرة أو عدم وجوده لا يمكن لأي كلمة أخرى أن تقوم مقام كلمة إصلاح فهي المناس اللغوي أو فهي لاختيار اللغوي الأمثل الذي لا يمكن لأي كلمة أخرى أن تقوم مقامه في قوله تعالى في قصة السيدنا يوسف عليه السلام ولقد ودته عن نفسه فاستعصم حكى القرآن الكريم ما كان بين سيدنا يوسف عليه السلام ومحاولات مرأة العزيز ولكن سيدنا يوسف عليه السلام وقف شامخا كالجبل فاستعصم لم يكن يعتصم فقط ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صلاة المستقيم لكن سيدنا يوسف يقولون زيادة المبنى يقولون زيادة المبنى يعني زيادة عدد حوف الكلمات زيادة في المعنى وقف شامخا كالجبل كالطوض الشامخ أنت تسمع هذا وتقى قصة سيدنا يوسف عليه السلام وتعجب بما كان من سيدنا يوسف فلكل إنسان مننا ربما نقطة ضعف هل إذا عردت عليك أو تعرضت هل ستستعصم بالله قد يكون بعض الناس نقطة ضعفه والعياذ بالله تجاه المرأة هل لك أن تكون عجلا كما كان سيدنا يوسف عليه السلام فاستعصم وفي حديث السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عاش يوم لا ظل إلا ظله عجل طلبتهم رأة ذات منصب وجمال فاستعصم وقال إني أخاف الله وقال يكون ضعف بعض الناس تجاه المال هل إذا عرد عليك المال ونحن في أيام مباركة وفي كل الأيام هل ستضعف أمام المال الحرام أو أنك ستستعصم بالله وتستمسك بالله وتستمسك بالعروة الوثقة أم أنك ستعتصم بالله وتستمسك بالله وتستمسك بالعروة الوثقة وتقول أعوذ بالله من الحرام أنت في حاجة إلى الاستعصام ومن أخطر أنواع المال الحرام المال الذي يدفع سمنا للخيانة الوطنية أو لهدم الأوطان أو من يبيعون أوطانهم بسمن بخص أو من يقومون بعمليات تجنيد الشباب للعمليات الأرهابية والتفجيرات وهدم أوطانهم يخربون بيوتهم وبلادهم وأوطانهم بأيديهم بمال خبيس هل ستضعف أم ستستعصم فاستعصم إن استعصمت فالله معك وإن كانت الأخرى فلا تلومن إلا نفسك المثال الثالث في صورة التحريم في قصة السيدة مريم عليه السلام في قوله تعالى وكانت من القانتين ولم يقل من القانتات جمعها مع المذكر جمع مذكر ولم يجمعها جمع مؤنس يقول علماء اللغة هذا يجوز على سبيل التغريب نقوله نعم ولكن ما أتى على أصله ليسأل عن علته وما أتى على خلاف الأصل يسأل فيه عن العلة فلماذا عبر القرآن الكريم بلفظ القانتين ولم يعبر بلفظ القانتات ذلك أن خدمة بيت الرب آنذاك لم تكن من العمل الذي تقوم به النساء ولم يعهد إلى النساء وكانت امرأة عمان نظرت إن نظرت إن من الله عليها بولد أن تجعله لخدمة بيت الرب لخدمة بيت الله فلما وضعت السيدة مريم قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى كان القياس في غير هذا النص القرآن أن يقال وليس الأنثى كالذكر ولكن القرآن استخدمت تشبيه المقلوب على حد تعبير البلاغيين فقال وليس الذكر كالأنثى أي وليس الذكر الذي كنت تتمنين كالأنثى التي هزقتين فهي خير من كثير من الزكور لما قامت وما تقوم به ولفضل الله عليها ويقول الشاعر وما التأنيس لسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيزها بك وزريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وقامت على خدمة بيت الله خير قيام فلما قامت بخدمة بيت الرب خير قيام كأكفئ الرجال وأفضل الرجال جاء التعبير بلفص القانتين لأن ما قامت به كان عملا عظيما كان عملا عظيما يحمله الرجال وكذلك في قوله تعالى في بيوت أزن الله أم طرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال الرجول هنا ليس القاسيم الأنوسة الرجول هنا بمعنى القيام بالمهمة ليس التمييز على الجنس كراجل أو أنسة إنما الفضل للتقوى ولكفاءة الإنسان وما يقدمه فليس التمييز على مجرد الجنس على الذكى أو الأنسة بل إن القرآن أنه من عمل صالحا من ذكى أو أنسة فلا تمييز على الجنس في العمل إنما على التقوى والصلاح والكفاءة والقيام بالمهام وخدمة الدين وخدمة الوطن ونؤكد مرات ومرات أن خدمة الوطن لا تنفك عن خدمة الدين فقدر كل مرئ من ذكر أو أنسة ما كان يحسنه وما يؤديه من خدمة للمجتمع وما يؤديه من خدمة للإنسانية إن أقامكم عند الله أتقاكم فالأفضلية للتقوى وللعمل وللكفاءة وللعطاء فما التأنيس لسم الشمس عيب ولا التزكير فخه للهلال أبا الزغراء يوم الحشر كنت شفيع الخلق عند الله أنت أبا الزغراء أبا الزغراء أبا الزغراء يوم الحشر كنت شفيع الخلق عند الله أبا الزغراء أبا الزغراء أبا الزغراء يجيء إليك بعد الرسل وقد أغزنا يا حبيب أغزنا يا حبيب يا حبيب أما رأيت أقول قولي هذا وأسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يتقبل منا رمضان وأن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وعقوعنا وسجودنا وأن يجعلنا في هذا الشحر الفضيل الكريم من المقبولين موسيقى 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 موسيقى